مرحبا برجل جدي اهلا فيكم كرت الموت كرجل عقرب شركك اصلا ما قاعد يتعامل مع مشاعره وصل الى مرحلة قرر بينه وبين نفسه انه مو قادر ان يتعامل مع فقدانك مو قادر يتعامل مع حتى انه يقعد بينه وبين نفسه يقول ايه فعلا انا خسرت هذا الشخص مو مستعد فعكس هاي الطاقة عنده طاقة الهروب طاقة النسيان طاقة الابتعاد طاقة انه الهي نفسي بشي ثاني مثل ما تشوفي هني هذا كرت برجل عقرب الموت في الكثير من الاشياء القديمة اللي يجب ان تنتهي او تتحول عشان الروح مكان جديد هذا الشخص قرر انه يروح يمضي قدما ولكن لحد الان ترى ما تعمل مع مشاعره لحد الان ما استوعب ما قرر بخصوصك كرت برج القوس وراها الرجل المعلق شريكك الحين في حالة الهاء في حالة الهاء في حالة صبر في حالة اتباع سياسة النفس الطويل قاعد يثبت لنفس الشيء كبرياء انجرح اوكي مشاعره تجاهك احس عنده نوع من اللوم عنده نوع من الاشتياق ولكن قاعد يقولك انه بسبب برج الجدي هذا الشيء صار لو برج الجدي ما سوا انا ما سويت عنده ايضا مشاعر لوم الرجل المعلق ما اخذ سياسة مو بس النفس الطويل تعارف اللي احنا نقول نخلي القدر على نار هادية لحد ما تستوي الطبخه مو مستعجل مو مستعجل هذا الشيء اللي قاعد ينبع من عنادة وتمسكها بالامور لان الرجل هذا معلق متمسك بالشجرة متعلق بالامور لحد الان ما غفر لك اذا انت صدر من جانبك اخطاء او التقصير ما غفر لك نفس الوقت ما تعامل معها مع اخطائك مع اخطاءه في طاقة الهاء انزل لحد الان يشتاقلك لحد الان عنده امل بما انه قاعد يسوي كل هذا الشيء لان لو ما عنده امل وقطع امله منك عشان اصلا اخذ كل هاي المشاعر القديمة وقطعها تخلص منها ما تشوف هنا في طاقة تخلص طاقة رحيل ذهاب مؤقت لحين اشعار اخر اوكي السؤال اللي بعد هل الشريك راضي وسعيد بالانفصال خمسة السيوف مو راضي ولكن كان يقول غصبا علي كان لازم هذا الشيء يصير لان اذا الشيء ما صار ما راح احصل اللي ابي ما حد يقدر افوز في هذا السيناريو سيناريو خمسة السيوف لازم حتى لما تفوز يكون في ثمن يندفع على حساب احد ثاني على حساب شخص اخر راح تفوز لازم مثل ما نقول احنا تقوي قلبك بحيث انه قاعد يقول غض النظر يكون بين الفصال مؤقت او حتى دائم ما اقدر اخسر مرة ثانية اخسرني مثلا اكون في علاقة مقتنع فيها او معاجبتني او او شخصي حاول يتحكم فيني او شخصي حاولنا عند هاي النوع من الطاقة احتمال انك تتعامل مع عقرب قوس عندنا هني ايضا الابراج الهوائية دلوميزان جوزاء كرت العاشقين اوكي ام العاشقين ترى مو دائما يتكلم عن السول ميت كرت العاشقين هني يتكلم عن الخيارات في خيارين عند شركك احتمال كبير برج هوائي بس مو الشرط ما اخذ طاقة الابراج الهوائي اللي تقول عندي خيار رقم واحد عاشقين فيه اثنين خيار رقم واحد اني اصبر عليه وانا معاجب من الوضع مو مقتنع واواصله انا مو مقتنع في اشيه لازم اضطر اتحملها معاه او اتركها لحد ما اخلي برج الجديء هو اللي مستعد يعطيني اللي يقبل شنو الشريكة يبي منك بالضبط انت اللي تعرف شنو اللي كان ناكسه شنو اللي كان معاجبة في العلاقة مستعد لنا لدرجة انه يتخلى على العلاقة عشان يحصل على مراده اوكي مو سعيد ولكن هو يقول هذا اختياري وراح اقف بجانب خياري لحد ما احصل اللي ابي عناد اكثر ثلاثة الاخصان شركة قاعد يقول لي هني اما احصل كل شيء all or nothing اما كل شيء اما ما ابي ولا شيء لا ابي هذا الشخص يكون موجود في حياتي ولا ابي اي شيء اسمع عنه ولا ابي حتى اخبار تأتيني عنه رح اهتم بنفسي اطلع في الشمس اسافر اغير اتعرف على ناس اخرين لان هذا الشخص اللي انا اخترته قبل ما اعطاني اللي ابي ما فهمني او ما قدرني عنده مشاعر لوم مشاعر ردة فعل السؤال اللي بعده ما هي خطوة القادمة تسع الخماسيات رح يستمر برج العقرب ما يتنازل او ما ما يقرر شيء وبعد ان تشوفه خلاص ينفض ثوبه ويتخلى عن الشيء اللي يقرره لا برج العقرب ماستر الابراج المائية يبتدي ببرج العقرب كرت الموت ينتهي بكرتك انت شريكك تسع الخماسيات مصمم اذا كان رجل اتشوفه مصمم مليون بالمية ان يعوض خسارته فقده للعلاقة لانه انجرح كبرياء ما قدر احصلك بالشكل اللي اهو يبي يبيك لحد الان احبك لحد الان ايه ما انكر هذا الشيء لكن يبي حصلك بالطريقة اهو اللي في باله تسع الخماسيات اذا كان رجل مصمم مليون بالمية انه يفتح لمشروعه وصير صاحب جاه اصير ناجح مو بس اصير ناجح يهتم بشكله اصير رشيق حتى اذا كانت امرأة مصممة انها تهتم بشكلها تهتم بنفسها تضع نفسها فوق الاخرين تصل الى اهداف مو سهل لنا الواحد يوصل لها عند خطوة القادمة مو تجاهك انت خطوة القادمة تجاه نفسها الوصول الى المعالي لوحدي اعوذ خسارة علاقة حب بنجاح مالي نجاح عملي نجاح حتى شكلي رضا عن نفسي المزيد من طاقة الماء عقرب حوت سرطان فارس الاكوب فارس الاكوب فارس الاكوب هني شن خطوة القادمة يأتيك بكوب من الحب لا احسن شكلي احسن وظيفتي اخلي صيتي يوصل بين الناس ان انا الامير الاعزبة او الاميرة العزبة عشان برج الجدي او هو اللي اصير مستعد يقوم بالتضحيات والتغيرات اوكي وعند احتمال ايضا ان شوف شخص متزعزع هني نوعا ما ثقته بنفسه متزعزعة فك انا ما يقول رح اول شي احسن من نفسي احسن من دخلي اردت باموري مع اهلي حتى شكلي بعدين اتوجه نحو الحب بعدين اردت حتى افكر ان افتح صبحة جديدة مع برج الجدي يكون عندي ثقة بما فيه الكفاية كارت الججمنت خروج الاموات او عودة الاموات الى الحياة بوق اسرافيل يصحون من النوم يطلعون من القبور مو بس تغيير شوية في الشكل ورتوش وتحسين لا لا تغيير مليون فلما يعني مثل ما نقول شلو ان القبط صير اسد هاي النوع من التغيير متوجه نحو اهداف كبيرة بس ايضا ما اشوفها نحوك انت لا اهو شنحات جدامه اصير انسان احسن 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 من دخلي من شكلي عشان بعدين بتكون عندي فرصة افضل مع شريك برج الجدي لحد الان ما انهى الفايل اللي بينكم ما انهى الامل او مقضع الامل لحد الان الامل مفتوح بس يحس بينه وبين نفسه انه يحتاج نتائج فعلية جسدية عملية عشان نحس انه واثق بما فيه الكفاية ويطلب الرجوع يعتمد هنا من الجنس اذا هو الرجل وهو رح يطلب الرجوع او رد يفتح معاك موضوع اذا انت اذا انت الرجل فهو يتوقع ان عقب ما يحسن من وضع انت اللي تتوجه نحوه وتطلب منه يعتمد على الجنس هنا المجموعة اللي بعدها العزب اول سؤال الشخص القادم بطريقك مواصفات الشخص القادم بطريقك يا برج الجديه عندنا كرت برج الحوت العالمة الشخص احنا نقول عنه سكيتي كتوم ما يتكلم موايد بس مو خجول لا ما يتكلم لانه ياخذ وقته يطالع الناس يراقبهم يفسفسهم يعرف الزين من الشين يقيمهم ذكي ذكي جدا يراقب من بعيد بدون ما ينخرط او يراقب من بعيد وقرر هل انت مثلا تصلح لا اولاك قبل ما يدخل في حياتك ياخذ عنك يحاول يجمع كل المعلومات يتطقص يقيم يبخبارك حتى يلاحظ اسلوبك في الحياة تصرفاتك انت تحب تسافر ما تحب تسافر انت متحرر انت متدين ياخذ علومك قبل حتى ما يدخل في حياتك عقب يدخل في حياتك عقب كأنه ما احسهني بعد هذا الشخص اول شي دائما يحاول ان يحصل على ثقة الاخرين او كي يعرفك على نفسي عن طريق مثلا رسمي يخلي وجهه يصير مألوف في حياتك انه شفت كذا مرة في كذا مكان بعدين يفتح معاك باب الحديث عني وعنك عندنا نطاقة برج الحو طاقة الابراج الهوائية في السيف الصغير دلو ميزان جوزا الخماسي الاول اللي يكون تقديم هدية عرض احس هذا الشخص حتى لما يبتدي كلمك عن الارتباط او الدخول في علاقة طريقة كلامه جدا عملية رسمية يمكن هو ايضا برج ترابي عشان شدي وقعي ورسمي بس يحب يتكلب في التفاصيل انزين احب يكون صريح معاك من البداية اشوفك هل انت رح توافق ما توافق شنو افكارك تتناسب مع افكاره في البداية ما عنده حب عنده لتكتو بزنس خلا نتكلم عن توافقي وتوافقك خلا نقرر او شي بعدين احنا لاحقين على الحب هذه نوعية الشخص اوكي وظيفته وشكله كارت برج الجوزاء العاشقين الامبراطورة كارت برج الحمل البرج هذا كارت ايضا برج العقرب هذا الشخص احتمال كبير من ناحية الوظيفة انه يعمل في البناء او المقاولات او على الاقل بيع هذه النوع من المواد التي تستخدم في البناء احتمال ايضا انه عندنا كارت الامبراطورة انه يعمل في مجال الانجاب التوليد الخصوبة عنده عيادة يعمل فيه عيادة بس شي خص الانجاب والخصوبة والمعالجة اوكي العاشقين مسؤول عن التحليلات مسؤول عن المختبر الشيتيذي هذا النوع من الوظائف مختص بالمشاكل الزوجية مختص بالمشاكل النفسية عنده كثير من النضوج مرة وعليه الكثير من الازواج عشان تدي تشوف حتى طريقة كلامه معاك شوي رسمية في البداية ما يدخل من باب الحب يدخل من باب التوافق والعرض شكله عملي مقبول على اقل تقدير يميل الى الطول اكثر من القصر طوله اما متوسط اما شوي اطول من المتوسط اوكي عائلتها احس عنده نوع من ما باكلك عائلة مفككة ولكنها عائلة ليست مثالية اوكي يعني حتى طريقة اسلوبه في الحياة احس مو مثالي عنده شوي اطباع غريبة عنده شوي اطباع مثل التدخين مثلا اوكي ام خليني تشوف اشنا تتصرف معه ثلاث الخماسيات يعطيك الخماسي الاول انت تحوله لثلاث الخماسيات على طول انت ايضا تتعامل معه بشكل رسمي بشكل جاد تكون واضح معه في وضع الخطط يعني بادر ولا تسكت ولا تتغلى لان هذا الشخص فعلا جاد لما يعطيك خماسي توقع ان انت ترد على الخماسي ما لما يعطيك عرض لما يتقرب منك فالطاقة التغلي او الابتعاد او عدم الجدية ما تصلح معه لازم تكون متواجهة لازم تكون واضح انت ايضا معه مثلا انت اعزب ومستعد ان تكون في علاقة يكون واضح من البداية لان هذا الشخص راح يصدق اي شي انت تقول له وياخذك على محمل الجد انت اللي عندك هني المفتاح ستة الاكواب هذا الكوب يقول لك لا تقعد تنتظر شخص من الماضي لا تقارنب شخص من الماضي ولا تتسوي افتراضات بخصوصه شخص لانه شوي يحس غريب يجمع ما بين تقليدي انسان تقليدي انسان ايضا خلا نقول متحرر في بعض الصفات من كل جانب لا تحاول انك تحطه في تحت المجهر وتفهمه صعب انه تفهمه يمكن يكون من الابراج عشان يمكن حوت لان الحوت غامض ما تفهمه بسرعة غموض الحوت الكوب الاول لما يأتيك ويعرض عليك الحب لا تتبع معه لا طاقة تلاعب لا طاقة تغلي ابدا العكس خليك واضح صريح ودائما نكلم عن انت شلون تحس اذا شفت منه خطأ اذا شفت منه خطأ لا تزعل عليه اذا شفت منه خطأ لازم تصارحه هذا يكون بالصراحه اللي انت سويته حسسني بكذا كذا كذا اوكي لازم تكون مستعدة انه تفتح معه صفحه جديدة انت ايضا احسك انا ما يبرج الجديد عندك اما تعلق او تنتظر او تتأمل شخص من الماضي هلا نشوف المرتبطين واول سؤال كيف يراك الشريك عندنا هني تسعة الاخصان سبعة الاكواب طبع القراءة ممكن تكون عكسية السيف الاول شريكك قاعد احس انه هو اللي قاعد يحاول يغير يقنعك بشي عنده حجة عنده حجة عنده قضية عنده جدال يبي يقنعك انه مثلا نسافر ننجب ابناء اكثر او حتى ما ننجب ابناء في الوقت الحالي ندخل في مشروع معين نتطور في مجال معين عنده قضية عنده شي عنده محادثة من القلب للقلب يريد ان يكلمك فيها لانه يحس انه انت قاعد يتأخر الموضوع في موضوع انت قاعد يتأخر مع الشريك ممكن يكون موضوع ان نكبر العائلة انه نخته خطوة جادة ممكن انت تقول له مثلا لا لحد الان ما امننا مستقبلنا احنا ممستعدين اهلنا ممستعدين عندك تخوف انت متمسك في هاي الشهر من زي نشوفك ان انت متمسك بالوضع الحالي بالوضع اللي فيه امان المنطقة المعروفة وهو اللي قاعد يدفع التغيير بالسيف الاول سبعة الاكواب شريك تعارف وحاس فيك كأنما يشوف ان انت خايف من العواقب ايه عواقب؟ عواقب التغيير اللي تأتي مع سيفه مع هاي المحادثة الصريحة ان مثلا احنا ما يصير نظل في هاي الدولة لازم ننتقل دولة ثانية احنا غلطنا في هاي الشي لازم نعتذر من فلان انت هنا كأنما خايف مو من الشي نفسه ولكن نتائجه خايف احد يشوفك ان انت ضعيف ان انت مو قوي برج الجديد من الابراجة القوية اللي تتحمل خايف من عواقب الاستثمار اللي مثلا ان يحاول شركك ان يطرح عليك وهو يشوف عندك نوع من التخاوف مو متشجع كثرة الى ان تخطو خطوة الى الامام خلا نشوف السؤال اللي بعده ما هي نقاط قوتك في العلاقة ثمان الخماسيات اكثر شخص متجتهد اكثر شخص يستمر في الاجتهاد سهل انك تجتهد لمدة ساعة ساعتين وتمشي من اللي يستمر في الاجتهاد لفترة طويلة برج الجديد؟ لانه قوي لانه يتحمل يستمر ثمان ساعات انت مجتهده هاي من نقاط قوتك في العلاقة مع الشريك ما تستسلم بسهولة وتقض كل شيء وتقول خلاص مع السلامة ما تزعل بسرعة انسان منطقي واقعي لانه هي طاقة الخماسيات سبعة الخماسيات باقي الابراج لما يمثلا يشوفون عقبة يشوفون صعوبة يشوفون ان الموضوع اللي جدامهم حلمهم رح يطول يستسلمون يتعبون ييأسون مو انت مو انت انت الثابر وتتخطي كل العقبات هذا من نقاط قوتك في شراكتك وايضا كأنما حسي هنا ما تاخذ لا احد يقول لك لا ما معناتها انه خلاص رح تاخذ اللأ مالتهم وتعيش فيها لا ما تقبل اجابة لا تظل الثابر وتحاول الا ما تخترق شيء الا ما تحقق اللي في بالك عيناتك في محلة عندنا كرة برج السرطان العربة شوف من نقاط قوتك انت دائما تجد طريقة عشان تخلي شريكك احس انه هو مميز و انه هو فخور فيك و ان انت يمكن الاعتماد عليك و ان انت قوي الحصان ايضا رمز القوة والسرعة هذه من نقاط قوتك في العلاقة خلا نشوف كيف التوافق بينكم لشهر ثماني اغصص عندنا كرت الامبراطور السيف الصغير و كرت القوة كرت برج الاسد تقريبا هني عندنا طاقة جميع الابراج فما رح احدد برج معين هنا برج الاسد وهني عندنا الامبراطور برج الحمل التوافق بينكم لشهر ثمانية اغصص انت مثل ما قلت لك اما انت اما الشريك في طاقة هني شخص الامبراطور دائما هو اللي يكون مو متشجع انه مثلا يغير في شيء يببي يضل على الوضع الحالي واحد منكم يببي يكبر الاسرة واحد منكم يببي ينتقل مثلا من بيت العيلة واحد منكم يببي يدخل في الزواج الثاني ممستعد الثاني يقول وضعنا تمام وضعنا امان ليش نغير لما احنا مرتاحين الشخص الثاني هو اللي قاعد خلال شهر ثمانية رح يحاول حتى لو على الاقل بدايات التغيير يجلبها للشريك ممكن انت ممكن شريك هني سيفة صغيرة تحاول ان تستفزك حتى يقنعك عند حجة سيفة الاول لسيفة صغيرة عند حجة يحاول يقنعك فيها يحاول يخليك لانا تشوف مو قتلك مو قتلك مجتهد مو قتلك قوي انت شريكك يعترف هني انه يحتاج الى انك تكون معاه امية بالامية متفق معاه وتؤمن حتى بالوجه اللي حطنها بالمكان الجديد عشان العربة تمشي العربة ما تمشي بحصان واحد فلازم تكون مقتنع عشان تعمل معاه حيكون احس شهر مليء بمحاولات الاقناع والنقاش بينك وبين الشريك في واحد رح يكون اثنينكم عندك كرتين ميجر كرتين رئيسيين لكن احسي هني طاقة برج الحمل وهو اللي قاعد يتصرف بدافع الخوف طاقة برج الاسد هو اللي صاير شجاع اكثر يحب المخاطرة اكثر ويعتقد انه هو الصح وفعلا نحس انه هو صح اكثر يطلب شي في تغيير يطلب شي في انتقال ومتمسك ايضا براية ولكن ما يبيضغط عليه كويت رح يحاول انه يقنعك بطاقة السيوف ترى مو بطاقة الحب بطاقة الاقناع الكلام المناقشة شهر مليء بان شريكك بشارك الخاص هو اللي يتحداك في رأيك هو اللي يتحداك في وجهتك اشتركوا في القناة